الشر أولى الخبنة للوالدين أعمروا ما تيسقط حقهم في البر مهما داروا ومهما فعلوا صراحة عشت وشافت وعيت ما نسمع باللي أنه الصحابات وهم اللي تجرؤوا للطريق العوجة ولكن باش تسمع باللي أنه أمك اللي تتمحنت عليك وحليتي عليها عينيك هي اللي غادي تجرؤ لها الطريق بطريقة ليا ملائكية المظهر أمر بليس بليلي وغريب أمر اللي صراحة غادي يوقف ليا شويبات ديال راسي كيف ما تيقولوا وقاوا معي باش تسمعوه أميرة اللي ستبتلى بالأم ديالها ودخلت في واحد دوامة اللي هي الصعيبة عليها ولكن السبب الرئيسي اللي خلا مهدر هاد شي كله غادي نخليكم باش أنكم تكتشفوه معايا في أحداث الحكاية سلام سلام مرحبا بيكون معايا في قناتنا اليوتيوب سلامي ليك كانتمنى أنكم تكونوا باخير ولا خير أموركم هنية وحوركم طيبة كيف العادة قبل أن نبدأ قصة اليوم اللي ضررتنا في فراسي نحن نقول لكم هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي و لا تنسوش أنكم تتخلو لازلن يا جبل تحت لم تكن موجود وأنكم تفعلوا جرس القناة باش تكونوا من الأوائي اللي كتتووصلوا بأي جديد لكتر خلني لم أسعطي لشهر لكم أكثر ونقول لكم بسم الله يالله لنبدأ انا اميرة منين سوف نبدأ؟ اكيد سوف نبدأ لكم من الطفولة التي هي نقطة بداية حياتي كبرت وسط اسرة كما تقولون محافظة عندي زوجة لخوت واحد كبر مني واحد صغر مني في صغري فاش حليت عني وبدت ان اعقل كنت ان اعقل على راسي باللي انني هذة المسئولية مسئولية انت عمامة ماما اللي من قبل كانت تخدم لانه الاب ديالي من البداية دياله كان ديري ليه السحور وعلى ما اظن كان ديري اللي نحنا كاملين بابا كان عامين ومقعد ما كيتمشيش علاج ليه بلا العمليات اللي كانت يدير بعلى بزاف ديال المناطق في الجسد دياله من غير النوبات اللي كانوا يجيوه في اي لحظة وفي اي مكان اللي فيهم كانت يغيب على الوعي الدرجة انه يكون قعقط على الشانطة حتى يطح على وقفته يغيب بعض دقائق ويعوض يفاق عيوم يدوزوا ليه وما خرجت خدم في الضيور بحكم انه بابا كان قلس لانه ذاك شي اللي يدار ليه حتى على الخدمة اللي مكانش كيبغيها وغير قاس حتى في ذاك الوقت اللي كيكنت يصح فيه الوقت اللي غد يداد فيه اختي صغيرة ماما كانت خدامة وكنت انا اللي كان قابلها وانا طفلة نقول انا ذاك كنت في البتدائي وانا عندي مسئولية مازال في الدار كنت كنشوف ماما شنو كان تكدير على قبلنا وشنو كتشري لنا مرر تدخل لنا باكي يدي الفرماج مرر قرعة شكولات وانا ذاك كنت تجينشي حاجة اللي هي كبيرة لانا كنا عايشين ضغوطات وكارين ومسئوليات ويدو احدا ما كتتصفقش كنت انا وخويا اللي كبر مني باقي مازال انا ذاك كنا كنقراه لما كانت ماما تخرج كتتخدم كانت كتديني معها الديور وانا كنت كنت تعرض للتحرش من الطرف ومالين الديور وانا ذاك كنت باقي صغيرة ما عرفعش شنو ذاك شلي توقع ولكن كنت نعرف ومتأكدة باللي انا هادش اللي تطرى راه ما شي طابعي ومخصوش اصلا يكون مثلا واحد لوقيته ما مخدمات مع واحد المرأة اللي رجلها كان بوليسي واللي عندهم مولدات اللي كانوا صغار وكنت انا كنا نبقى اللعب معهم كان كي عيط لي اباهم وكي حطنا فوق من ركابي وانا كنت كنعرف بلي انا وش حاجة ماشي هي هاديك كي بدك يتقرب مني اليوم غضة اليوم غضة وكل مرة كي يجي بلي الالعاب المهم انا مبقيش نبغي انا نتقرب منو او لا مشي عندو ايجاش عارفة شنو كان ما عارفاش بالطبط ولكن عارفة الامان ما كانش ماما كانت تقول لي يا سيرة لعبي تنقول لي ها لا غير خليني معاك هو حس بلي انه بحي لاعقت به فهد الوقت بدك يجيب الفردي ديال وبتخبية ديال الخدمة وكيهددني به بوحد طريقة اللي كانت غير مباشرة حيجاش يمكن كانت خاف انا يمش نفضحو المهم قيت بحال هاكا حتى وليت كان قول ماما غير خليني فالدار وقفة شفني وبقيش كان جي بدك يسول عليها عند ماما وكل مرة كانت تقول لي هاكا شو فيه شو نصفت لك عمو المهم هاد النقطة كانت من بثاف جاء النقطة بلا منساو اولاد الناس اللي ماما خدمت عندهم وايضا فاش كانت تخليني عندو اولاد عائلتي يعني صغري كله بدك الطفولة البريئة غادي نعيش فيها التحرش بزاف ومع ذلك دازهدش اللي ما غاديش يؤثر علي في ذاك الوقت حتى غادي نكبر المهم هما كتخدم وكتجيل الدار والمشاكيل وديما الصداع علما انه بابا انسان لي هو مزيان ولكن الفقرة يدير المشاكيل كترجع كتبدك تقول لي ها وانت ما كتدير معايا وانا انا ذاك كنت كالتا مثلها الأعضار كانوا كيعطوها الناس مياد درهم واذا مشت حتى صرفاتها في الطوبيس بحينا مادات حتى شعارة كناك نسعاوه كناك نقولوا للناس اما تسرقنا البزدام او لا اعفاكوا معاونونا كل مرة وشنو كانت الكذبة سنسرق مع ماما حتى الخضرة وحتى الحويج كانت تعطاني ذاك الشي اللي كان سرق وكانت انا كان سبقها هاد شي كله بسبب الفقر واحد السيد من العائلة دي البابا كان يجي عندنا للدار فاش بابا ما تيكونش يمشي كيت تعالج لانه ما تيقدرش نعس وصحته كانت كتتطور حنا كان يجي عندنا ذاك السيد اللي كانت يقفيه بابا تيقالي كانت عمية ويجي على اساس باش انه يطمئن علينا وبابا كانت يصيب اللي انه ما يخليناش محتاجين تنكون انه ماما في الدار وغالبا ما تيكونش خوية كبير انا كنت كانوا تشوف شي حويج اللي كانوا توقعوه عمري مش في شي حاجة صراحة اللي هي ملموسة بزاف من غير واحد النهار كان عقل على واحد شاش اللي ماش يمتيقنع منه ولكن مستحيل انا ينتخيله باك السيد فاش كانت يجي كانت قولي ماما قلتي هنا وما تبعينيش وكانوا يدخلهم مال واحد لاكوغ في واحد الدار اللي كانت عدنا قديمة عاوثاني فاش تحولنا الدار وهذه اللي ما عرفش صراحة واش حقيقية كنت لقيتهم في الكوزينة قربين بعضيتهم ذاك السيد اللي كان يتطلع فينا ويشري لنا وكيف قلت لكم انا ذاك مع الفقر كان يجينا ذاك شي واو ماشي بحل دابة عاوثاني حتى شي حد اذا بغى يوصلنا كتعرفوا ما ما وقف علينا بحل واحد النهار كان عاقل ازنا واحد السيد من واحد البلاسة ودوزنا من واحد طريق بحل غابة في الخلا ودخل طموبيل دياله تماما ونزلوهم مبزوج وخلاونا في الطموبيل ونزلوهم ونزلوهم وقلت للماما وانا مخلوعها ايضا ماما وخليتني بوحدة وانا خايفة وضلام قلت لي راوراني فين تايصة وزيت باش نتقضى من بعد ذاك الزيت البلدية ومع ذلك لم اثار على ايضاك بدأت نكبر بشوية بشوية وما بقيش كمشي معها الخدامي وليس كان قسم معها في الدار من قابل اختي وشغلت نتاع الدار اختي اللي كانت بنتي وماشي اختي كانت تقول لي ماما وماما لي ماما ما كانش تنعس عندها ولا تقلس عندها ديما معايا تعود لي اي حارة اختي سبحان الله اللي ما كانش بنت الدنيا لانه مكان ثلاث كذا ولا تقول كلام قبيح ولا تهزع لي حتى صوتها الدرجة انه حمارة عزكم الله عندها شي حاجة اللي هي قبيحة اختي هي كتكبر شوية لما وصلت للثالثة ابتدائي غدي جوا هالاعراض ديال الضيقة ودينا هالصبيطار تأكدنا انا ذاك بلي انا وقاه فيها فعلا وبدينا متبعي لها انا تنكبر الفقر والصداع في الدار وتتبر عليها قليل غدي نوصل للإعدادي وغدي ندير الفولار بالزز مني ديك ساعة بدأت الزيار والبنت في هذا الوقت تحس براثها وكتبغي انها تبهي المفاتين ديولها فأوليت انا كنا كل عصا على اتفاه الاسباب من عند اخويا كبير علش طبليا قصيرا علش كتقسي مع ديك البنت علش كتدوزي من ديك الطريق المهم كنت من اكل العصا انا ديك الوقت ما كنت كان دير حتى شي حاجة قبيحة من غير اني كانت ترافق مع البنات ولكن لا تالبنات كانوا ممنوعين علي وما تجي عندي حتى شي وحدة للدار المهم ديما العصا والتكرفيس ديما انا باكية ومحرومة من كل شي انا عمرني حلمت اني نخرج من المدرسة مع التناش وننرجع ونفرش بشي حاجة بدون انا تحط لنا مماط بلاد الماكلة كان جينيشال تمارا مكما كيناش وانتي يدخل الكوزينة والتوجد الغداء وتجمع الدنيا كانت روتين لطفولة مهمة في العشية كانت نفس لديناها في الكوليج لدينا فيه الجاحيم والمراهقة والضغوطات من جميع النواحي ما كوش كان دي العلاقات حيش كان فيه الخوف لذنه انه مش نهاري حصلوني والمشكيل بلي انهو اللي غديد بحية الطفولة ديالي اوفاش بديتكن كبر وبديتكن عرف بلي انا ودكش اللي توقع ليه لرامشي هادي وانا كنت كان خلق اعذار ونقول بلي انا وراء طبيعي الناس برانيين يتمعوا فيها حتى غتجيني واحد دقة واحد نهار من اقرب المقربين الحكاية القاتلة ديالي غدي تبدأ واحد نهار وانا ناحزة حتى يجي عندي خوية خوية اللي مولف انا وكل مرة يدخل عليها لا بغيت اخديها لا بغيت لي زيات كل مرة يعطي شي سبا وانا كنت كان نحس بلي انهو كانت يقرب مني كل مرة في شي جيها من جسد ديالي ولكن انا انا ذاك كان عاسي ثقيل تنقول لا ممكن انا غير كان توهم خوية مستحيل مدهو بقى تيدور وكيجي عندي كان ينعز في البيت وانا واختي الصغيرة كان عاسو بيزو احد اخر واحد نهارجا عندي بالليل في الظلام غدي تقرب لي بيديه بدون تفاصيل اكثر انا حسيت بيديه غدي نتحرك وغدي مدهو نقلب على التليفون ديالي باش نشعل البين نشوف شكون هو هو غدي طايح وغدي تجبت في الارض انا حسيت بيه وبالليا وبقيت مبروكيا فبلاسي تنقول ما يمكنش ما استوعبش الامر وهو بقى كيت تحكب شوية مع الارض حتى غدي بعد ويوصل جهة الباب انا نط ومشيت الواحد الكل ورح دا الحمام حتى كيبالي يا خيال ودخل البيت ندخلت الحمام ووديت كان نضرب فوجه ونقول واه خويا لا ما يمكنش خويا اللي سيضربني حيث الشيخ خاف علي وتيغير علي ما قدرتش انتيق اللي وقع وانا ذاك كانت ربعا ديالصباح وانا كنت قارية مع وانا ذاك عظيمة كلها رجعت البلاسي وكالسة وخيفة لو كان كنت في الزنقاء ما كنت نحس بذاك خوف عمّرني ما حسيت بذاك الرشفة حياتي كلها وذاك الخوف حتى لذاك النهار من الصباح وتميت خارج انا وبابا اللي كانوا عندوشي شغالات بقيت كان قول وايش نقول هلالله حيث ما قبل كانوا قايلوني لا ما تبقىش تدخل علي اختك راح شومة وخصوصا بالليل في الصباح قلت لبابا أن أدخل عليها بالليل و لم أعرف ماذا أريد قال لي و راح نهضرنا معه هذا الولد انا راح مردني حيث خيانا ذاك كان مبري و كانوا دائما يوقع المشاكل و بابا كانت يضربوه حيث ما باخيش باش أنا ويتبلا ما علينا بابا غدي يقول لي عشي شنو أنا يهز عليها قاع حواجه ما يبقاش معايا أنا صافي سكته و من بعد غدي مدرسة مع التمنية دوس فيها ساعتين لي كنت صراحة مغيبة فيها من بعد نشيت عند ماما قلت لها الواقع على وقعات و قد قلت لي ما يمكنش واجب الليل شدته ماما من الباب و قلت عليها الفاعل يا التارك وش مكينيش لبنات في الزنقة شنو هادشي اللي يدرتي لختك هو وزع ما بقى مصدوم علها شنو درت ليها أنا أنا ذاك كنت في البيت كنت نطلح يا بردي لهم قلت تعيط لي و قلت لي أجي تتواجهي مع أخوك بديت أنا كن متله تماما كيف اجدال لي بالتفاصيل بدك يغوت وشنتي بغت تصافتني لحبس في الأول نكر ومن بعد قلت لي ها را شدتني سخانة و مبغيش نفيقك حيجة تشفتك عينة ومشيت لعند أميرة المهم بدك ينقر وكيت تبوهل شوية قلت لي ها را ها جيت نقلبها واش عندها شي تليفون حيجة حصلت بلي أنا كنت كاتتها در معاشي واحد بتتخبية يا تنزكي دير عالما أنه التليفون مدال لي حتى تطلع تلسان كيام وممنوع منعا كليا باش أنا ندير لي شي كودة ولا ندي معي المدرسة كان هزوفاش كان نخرج مع مما فقط او لا غادل شي بلصة بعيدة ممنوع شي حدي يصنع لي عندما كنت 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 كلا عصا على شي واحد يضغط لي في النمراء اسمياتي البنات توم كي تتقلبه ويقرأ لي المساجات ويفليدي التليفون على عديده ذلك السلسان ما تقوم بمشكلة تقوم بحيطة عاليا هذا خوية بحيطة مغادر لي كان يوجد حلقة ولكن كثيرا وحده أخرى المهم فاجة بابا لا ماما التي تخبي عليه وعالها و وقت تكون شي بسيطة قدت لي لما تقلقه را اخوك جقاسك ماذا سنقول له ؟ لا صافي عادي و لماذا سنقول له ؟ لا لا تقول جا بابا لقى نفسك الحالة عيني من الفوخين مالكم مالكم و ماذا عن ذلك الشديد الصباح اه اراك عارف دي ما يتغوته و يدبزه غير ما بيناتهم رمكين والسير ترتاح جا بابا عنقني و قال لي عندك ابنتي يمشي بالك بعيد رمكين حتى شي حاجة شوف اخوك كيف اشتغير عليك و يدير عليك و يفعل عليك اها بابا عندك الصح جاوبته و صوتتي في البكاء من المرهد الحدث سنعيش ايام في الجحيم انا ديرا فولار في الزنقة و ديرا هو انا مباغاش و اخه و فرد و لكن في ذلك السن لم يكنش باغاه كنت ما زال فرحانة بشعوراتي بحلي بحل البنات و عجبني ندير بحلهم كنت كنجبت الموضوع و كنت يغوت علي بابا اياك انك تحييديه المهم من المرهد الشي اللي وقع مع اخي ممنوع انني لبشي حاجة مزيرة في الدار و اخه غير عادية ممنوع ان تقدي شعرك كيف ما بغيتي ممنوع ان تدري على الكار و غير في الدار حدك بيجامة طويلة و بس بحالة قلصة مع الغرباء فش ماما كنت كنت تخدم و اذا هو جامل خدمته كنت انا كنت هبطت عند تجارتنا نجلس ما كنت كان بقى معيها الراس في الراس و داجت انا هو ماما هبطت عند تجارة و قلت لها رحقا و حد ساحبتي بنتها حتى نوقع لها مع ولدها لما هي كان تخرج تخدم انا اخي كان كنت تعطى المخدرات و مرارا كان كنت تفرج في الفيديوهات اللي كانوا قباح اللي كنت كنلقاهم في التليفون ديالي او اللي في الباسي ما عارش و شاشتي تؤثر ولكن انا را اختك و خيكون اللي غايكون ما عندكش لحق انك تتقسني انا هادش غدي فيه في الماضي و زاد كمل لي اذاك شي اللي دازع لي في الصغر بغيت ان نفاجر و ما عنده شي وسيلة من غير اللي بكوصاف سنبقى و سنبقى و سنبقى حلاكة حتى اخي لا يستطيع استخدام نحن لم يكن تضروا و لا يستطيع استخدام حتى البلايات و بابا و ماما كانوا ديما انا اخي كان عزيز عليها و مرارا كنت كنت نهرب من بيني الدين بابا كنت نقسم معه فلوسي و كنت نطلب ليه بابا اذا أريد شيء المهم تقطعت ما بيني و ما بين اخي و مشى المدينة واحدة اخرى بلس فيها مدة من بعد غدي حرق خارج المغرب كان دول مامو يسول فيها لم يكن كنت نتظروا و بقيت مع اختي الصغيرة انا بدأت نخدم فان ماما كانوا يحسجوا شيء سربائية كانت تديني معها او لا مرة اريد شيء من الميناج كنت كنت امشي معها و تقول لك شئ اللي غدي اخذ واحدة اخرى اخذوا ماما و انا رأي مشى مشكل هي راكت تكسيني مرة مرة و تشري لي اشنو بغيز ماشي هذا الشئ اللي كنقول لكم مزع مرة شهري ولكن انا لم كندي شيء مدخول في السيزيام والباك بنيت كان نخدم بزاف و بدأ شوي عندي مصروف تعدور اذا احتاجت شيء حاجة انا اللي كنت اشريها لها سنتخطب و انا كنقرأ الباك و بارفض لي انه كنت بباقة تنقرأ من بعد واحد من المعرفة دي الماما كان بغاني للزواج لكن ما تفاهمناش مع امو و غدي نحبسه كل شيء المهم اخيرا غدي ناخد الباك ديالي لكن اللي جاي و اللي غدي نشاركم اي اللي داز مع اخو يارا قاسح ولكن كيف قلت لكم اللي غدي نشاركم دابا ما غدي نسميه و اللي خلاني انا نحكي لكم و شرككم قصي الليلة غدي نبحلكم بوحد السر الام ديالي من البداية ديالي و انا صغيرة كانوا شى حوية شى يوقعوه مثلا واحد البنت من عائلتنا كان كامشو 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 مره مره و كان حدها واحد شوية و قزار و فاش كان تيجين يجوع كانوا انا كيزخروني اللي عنده المهم داك سيد خدام عنده واحد شاب الوقت ما مشيت يبقى يقول لي شو اسمتك انا صبح الله من صغري و فيا و عندي القبول و هالجملة كنت كنت سمعه من عند كل شي المهم فاش كانت يسولني كنت 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 اجابه حلانيتي هو تبدأ يضحك معايا و يتهله فيها فعشانات ان ادليهم ديالك السخرة تبدأوا يقول لي راسلوس اللي اعطيناك بزاف على هذا الكيميه مرة اخرى فاش تيجيهم الجوع تبدأوا يصفتوني ماما تقول لي سير انتيا باش يتهله فيك و بعد المرات كان يدور معايا و يعطني ثلاثين ريال ستين ريال و انا ذلك الساعة ماما كانت تعطني اربعة ريال لشربها الشوكولاتة ديال الحوتة اللي باقين تعقلوا عليها كانت تجيني شي حاجه كنت نجي و نقول لي ما اعطني فلان كانت تقول لي ايو اشوف كنت تهله فيها و يبدأوا يصفتوني كل مرة و هذه كانت غير حاجه من الحويش مثلا اذا ركبناش نهار في الطوبيس كانت تقول لي ها هذا الهي يواضر معها تحكي معها صراحة ما كنت كنت نفهمه هذا الشيء كله اللي كنت كنت نعيش في طفولتي كانت ماما مزاكت بديه المثال الاعلى حيث كنت 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 نشوفها كيف كيف يدمر و تخدم و تتحكي الطوالتات و لكن كان تدير الخواض و ستاكي بابا كان عزيز علي و خرجتني فقط انني كرهت فيها حيث كنت 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 نقول هو السباب لانه صراحة كان هو المهم المهم كانت بعيدة و كانت بعيدة و كانت تزوج الطبيسات و التكرفيس و كانت تحطم يدرهم المركوب في الشهر و كانت سيبدأ معاناة المركوب انك تقرأ و ليس لديك فلوس من خمسة درام مرة و يستطيع تقطع بك في أي لحظة فالبناء كانت تقرأ أو يأتي من المراهة لا أستطيع هذا علماً كنت عايشة من تحت جناح وليدي و لم أكن أعرف كيف نشط حتى نصل للدار كانت مسافة قد نهي كثير من الوقت اللي خصني ندوز في القراية المهم خصني نرجع و ندير الروتين اللي كنت مولفا من صغري أنا نجماع و نطيب و نقابل فوقاش نقرا فوقاش نرتاح و ننعز و ننطم على خمسة الصباح كالقراسي بلا أنه ما عنديش باش نشري بوليكوب ما عنديش باش نناكل و كنت موضة طارة أنا يبقى نهار كامل فيها جوع كان نظر مع واحد المنت على الخدمة قلت لي غادي نشوف ليك شافت لي في واحد القهوة و قلت لي غادي تخدمي غير الصباحات فعلان ذلك شئ لقد قدرت بديت كان خدمين في ذلك القهوة التي كنت نغسل فيها من الماء عن غير الصباح و قدرت معك ملش و رغبته بلاّينا و فلان راني تنقرى العشية خليني اعافك عن غير الصباح قبل بقيت بحلاكات و هذه القضية لم تنفرس حتى شي حد كنت كنا نقرأ و أنا غدا نخدم وكان ارجع بالعشية سنبقى للاحظة ثلاث شهور لقيت صحتي كترجع اللور و انفسيتي محطمة و لم نركز فوالو أنا أدرت هذا الشي باش نشري كتوبة لتعاون راسي ولكن لقيت راسي باللي انا نعيت بزاف من غير تحرش اللي وليت عايش معاه حتى وليت كنقول ويلي اميرا الخير مرقسي في اللي معك في الدار بقالك غير في الزنقة غادي انجلس من ذيك الخدمة اللي كانت في الاصل ما فايدان يوالو انا وكنت نخدم بثلاثين واربعين درامل نهار باش يدامش علي الطوبيس كنت كنش التاكسي او لا نشير راسي شي رويحها ولا شي حاجة مره مره وصاف قررت باش انا انجلس من ذيك الخدمة وباللي ما غاديش نرجع ليها وخي قتلوني بابا ما كانش باغي انجلس لي انه هو عيش ديما في المقارنات ابنات وولاد اخوته كي قانني بهم انا غادي قطع معي الهضراء لمدة ثلاث شهور اللي فيها كانت يقول دابا تراجع نفسها ولكن انا قررت باللي انا وما غاديش نرجع بقيت عام وانا غير في الدار مره 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 نخدم مع اماما مره مره كنت كتخوته كتخسر الهضراء انا مثلا انتي عجمي الماكياج اذا خرجت مع اماما تراجع واحد من القيطة ديال العكار غير هي كيبالي هشي حجاي كتقول يا وزيدي شوية ديال العكار او لا تحيل يا مونتو بحالك تبغيت بييني انا هشي كنت كنت كندوزو كنت غير كنخليها عاوتاني غادي تقهرني القلصة في الدار وما كان دير والو والضغط غاديش نقلب على شمل ندير ولكن بالاسف كل شي بالفلوس وانا ما كيش يخلص عليا ولا يعطاني بابا قلص ماما يالله متكافية مع الوقت فانا مشي تقلبت حتى لقيت واحد مدرسة ديال الدولة كتعلم ذاك شي ديال باتيسري دفعت ليه ومبديت في هذا الوقت بالطب اختي غادي تمرض بزاف غادي تداد ليها الضيقة وغادي تتسعمل دوايات اللي كانوا خاليين وكل مرة كنت اضعها مخنوق المستعجالات انا ذاك كنت كنقرأ وكنخدم كتدور عندي الفلوس وكندخل الدار كنختيش نبغات وانصرف عليها وانصرفت على راسي مما في هذا الوقت كتدر لي طريق بحال مثلا اذا جيت وقلت لها اليوم وقف علي واحد السيد وطر عليها كنت عاود لها علانيتي عادي حيث لي ما عندي واحد تشوف عليها بل انا مسكينة تحت علينا وتكرفسات واخذك شي اللي كانت كتدير كنت عاود لها كنوقع كنت تزينها ليا وافلانة عارفتيها لي كانت تسكن احدانة عادي أم تقارن بنته بش موصخة وضع فعلها كنت تقول لي كانت تتضرب مع الخوالجة وكاتبي لهم شي منطقة من جسدها وكي سفطوا لها الفلايس والخير مترتق عليها وما ما تضرب من الهروب او ما غاديش يعرف كونها هذه لتغطي على ذاك الخليجي كنت بخير ندافع على ذاك الموقف كنت تبقى تقول لي واقع تقول لك وغير هذه وغير هذه انا فش كنت كان اخدم كان واحد السيد معي تعرف بابا من البلاد معرفة لي كانت سطحية بدنا كنت تعرفه بحل العائلات مبيناتهم ذاك السيد في الاول كان عينه فيها ولكن ما كانش كيبين ليا وانا خدمتي كلها كانت مع الرجال ولكن انا في خدمتي معقولة كون بغيت نمشي للقباحة غادي نقلب على فقنتو حد اخر ولكن خدمة ما فيهاش للاب هاد السيد كان مزوج وكان كانت تتعامل معي جمعت فليسات فهذا الخدمة كان واحد الطبيب انتع ديك البلاسة واللي كان كبير في العمر فين محتاج شي حاجة ما كنش كان بخل عليه كانوا ديك الساعة قاعد بنتيذة بغوا شي حاجة كانوا كيمشوا يطلبوها ليك يعاونهم انا واحد المرة جاء عندي وقال لي يا قاعد بنتي معك تطلبوا مني اي حاجة إلا انتي واش عندك شي طلب نعاونك فيه انا قلت لي عندي ليك طلب اذا قدرت عليه راح عندي واحد ختيفي هاد ديقة اذا ممكن نجيبليك الورقة واذا عندك الدوان موجود تعاوني به لانه كثير اليوم فيه مصاريف انا فاش قلت لي بحلاكك كانوا عينيات تغرغ رؤانا ذاك هو بحيلة حس بيا وجاتوا فشكل انا نطلب الاختي وماشي الراسي جبت لي الورقة والله كل مرة يجيب لي شوية من الدوايات لكن هو غادي يجي كوفيد وغادي ينجلس وكنت انا ذاك حمدو الله جمع واحد الحساسة ديالي هو بدك يقلب علي فين هي ديك البنيتة اعطوه النمرة ديالي وغادي يصنع لي ويسولني واش غادي ينجي اليوم انا قلت ليه اه اقسم بالله ما عمرني ما يديت ايدي شحد ولا طلبت شحد فاشجيت لقيت بيه غادي يعطني تخيله معي مئة الف ريال وغالية هكي باش تعاوني بها ستدورة سميان الخدمة وغلست في الدار تابا غلست وحتى ماما حياتي الخدمة ما كيناش والفلوس اللي عندك اكيد غادي تخسرها هاد الوقت خسرت الفلوس اللي نقدر ندير بهم طرف ديال مولاي يدهب مبرع او لا نشري اخر في التليفونات ولكن انا والو حياتي انا ذاك كانت اختي مريضة بزاف كانت غير يلي كتهمني كان خرج نجيب ليها السقاطة انت هلا فيها نخرج نجيب تقضيال الدار درجة انه في الوقت انتع الكوفيد كل نصحة حينها حتى من بابا اللي لا يزادش تبارك الله عمر المهم ماما ديك الساعة كانت مولفة الفلوس وعمرها محبسات من الهضرات ديالي اتنتي هدري معاشي واحد ودري كيف البنات شاطي و هدري مع الرجال امشيت لعلاقة الدعقلة وخا ماما اجي نجربهم جمعين غادي انتشاجي ديك الابليكاسيون عندي في التليفون ووريت الاسئيلة التي تسولوك تبغي انا كي تكون مابيناتكم علاقة ماما انتي كتشوفي على عينك كل شي بغي تفلنا دعني نصبر على رزق الله يرحم لك الوالدين المهم من بعد هذا كوفيد ستحل الدعوة وابا سيبدأ واحد الخديمة هي قلسات وفي هذا الوقت اختي توفات اختي لي كانت بالنسبة لي الضربة القاضية اختي لي كانت صغيرة مني واللي فش ما كنش كاللقى حتى شي ملجأ اختي لي كانت بجسم صغير وعقل كبير كانت تحصيرها بأنها ستموت وكانت تقول لي اجي بوسيني يجي عنقيني سيبقى فيها الحال المهم فش ما تتختي دخلت انا في كتئاب قبيح ونفسي تولد سفتا وتطلت كلي بالحبوب شكونا سيبقى في هذا الوقت سيبقى السيدة السيدة اللي تعرف العائلة هو اللي كانت يهزني وكان يديني السبيطار واغلبية الدواء هو اللي كانت يأخذ وليا ماما كان اهمها هو هاذا بغير تزوج بك السيدة ماما اصلا رغم زوج وش انت يبقى عقلك تدوي من نيتك ايوه لماذا يدير معك هذا الشيء؟ كيف يدير الوجه مولانا كانت تقول لي اعلى شي وحدة من العائلة سير دوري بفلان يشري لك او لا يعطي لك كانت تفرحي اذا احد دوار معي السيدة اللي قرب من العائلة ويجي عندنا الدار مره 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 بعد المرهات فش ما يلقاش بابا كانت يقلس وما تخلي ما يجيب في الدائه من بعد السيدة يقول لي ماما كان يجبه الحال ومع ذلك الوقتها كانت قلستي في الدار كانت تقطع لي على الدرام وانا لم يكن اخدم والتي تقول لي خرجي اضبري على رأسك كيف اش اما ما نضبري على رأسي؟ نوضيش وفيش نديري اوه ماما ارى نفسيتي محطمة ايوه دوك اختي غالي وش انا ما بنتلكش بلي انا هو وش حال دي الكورفي اللي ضربت عليكم وعلاق بلكم اوه ماما الله يهديك فهذا الوقت العلاقة مع بابا التوتطات بابا اللي اضغطاني اوه ماما يدخل عليها من غدا الرجال فانا احبب اسمع ذلك السيد اللي كانت يجين عندنا كانت تقول لي نضبري على رأسك الجملة اللي قهرتني بها لكن الاسف هادش اللي غدي وقع من بعد ما كانش خاصني ندير هادشي ولكن ما تليش كنبغي انا ندخل الدار ونقلس معه باش مانسمعش الهضرة الناقصة فوليت كنخرج وهنا وليت كنتلقى مع ناس ونقلس مع البنات وكانت تعرفت على شخص كبير ومزوج وانا انا ذاك كان دوز واحد لانتخلتين قبلنا كان دويو اليوم غدا اليوم غدا حتى تلاقينا وقعت شي حاجة ما بنات نفط موبيل ديالو وهنا غدي عطني ستمية درام من هذه كل مرة كانت تلاقيه وكانت يجيب لي فيديه معي شي حاجة روما في ناس وقعت لها موبيل فوليت كنخرج مع البنات وكانت تغوط عليها سيخرجوا عليك وعطيهم بتساع فأنا كنت كنك تلقى بموبيل واذا تقول لي غير سري ما شى موشكي يعني عندي سبب ايو انا نخرج اذا كنت اخوص بشي واحد انا خاصن ان اضبر الآن ان افرشت للسالون اتطلع ثريات وشيلاح ويكدرتوا السيد اللي اولي قتلكم كنت قلت للماما لا يبقى يدخل إذا جاء شيئا نخرج ونأخذها من عنده لا لا وشنو فيها اميرا يدخل يتغدى معنا يقلس معنا واحد شوية فاش كاي يجيك تخرج ينبيتها حد تسلم عليه وترجع في حاله وتخليني مخلوية معا الراس في الراس سيد ولا كيعترف لي بشنو تيحس من جهتي الضرجة انه غادي تولي توقع علاقة ما بينتنا في الدارنا ومما كينا باختصار مفيد هي اللي بغت هذا الشي هاد العلاقات كانت توقع بين ما بين الطرفين ذا كل اللي اللي تعرفت عليه وهذا اللي من بلادك يعرفنا وانا الحد الآن حاسة وطيقة باللي انا اللي محافظة على راسي كان جيب لها هي الفلوس كان صرف على الدار بابا عند بالو بلي انا هو كي قيل في الخدمة وبنطورة قلسة في الدار وهي ما كدقلش لي هوالو غير كا تغطي عليا باش انا ينكمل في ذاك شي اللي يبغتني فيه اذا جاب الله قلست وعييت من ذاك الحالة وترتقى ذاك الكارت السيم كانت جيك تخوي فيها سما واش غا تبقي غير قلسة احدا ايهنا نحسا خرج يدبر على راسك وانا عليش شيطانا ماما كيفاش عاوث انا غادي ندبر على راسي علما انه بابا اذا اعطيها الفلوس اخرج جنويها ما كادرش دافر بسطامها وتبقى عليها اجي اندوز قدام هذا القهوة ديري شوية دير العكار حلي شوية السنسلة المشكلة الوسطه كله انا هو حكاية طويلة انه ماما فاش كتشوفها الناس كانوا يحسدوني عليها عنده واحد الوجه لي هو ملائكي ولكن هي ماشي ملائك وصلت الدرجة بي انني منحو ملعاش انا ادوه معي وانا جاءت كثيرا عيال هضرة كم قندير دوري زيت فود نوك نخليها حتش هاد الام ديالي زينت لي الطرق القبيحة لي عمرني بغيتها ولا عمرني غادي بغيها ولي في الاصل عمرها مكانت لي مشيت لي كرامتي ومشيت لي شرفي حتش بعد المرات الشرف ماشي هو اللي في بالنا ولكن عنده علاقة مع شخصيتنا والماضي والحاضر ديالنا مشيت لي الشغف اللي كنت كنعيش به والطامة الكبرى انها كتبين راسها باللي انها مثال يقدم الجامع وخصوصا بابا غير مثلا اذا بغيت نهبط لحي عزكم الله ازبالك تقوليا اجي ديالي الفولارة ديالك هي اللولة بالعاني قدام بابا او لا مثلا بغيت نطلع الاصطحكة تقوليا لوحي عليك شي حاجة طويلة لا تلقيش يحد في الطرش بابا مسكين في درخ فلون فاشي شوف هاد شي كله عند بالوب اللي انا ومرته هي هاديك اللي صينا له الامانة ديال درها وديال شرفها وديالوليداتها لكن الحقيقة دياله تشي حد ما اعرفها من غيري انا كيفاش بغتني نجيبلي هاد الفلوس ونحافظ على شرفي المشكلة هو حتى انا كان بان باللي انا انا مربية وفعلا انا انسان غدا غير بجنب الحيط وكان بان في صورة زوينة ومربية ومخلقة وما فياش هاد الفعيل وانا كان دير امور ليها قبيحة انا انا بغيتش نكون صورة طيب قل الاصل من ماما ما بغيتش نشبه لها ما بغيتش نكون بحالها النافق الناس اللي دائرين بيا وبابا اللي قاس مسكين في درخ فلون بلا ما زيدكم سفاصيل وحد اخرى اللي كي يضروا في القلب اكتر بقيت مع واحد اللي تيجي لدارنا وكتخليه ماما انه يتقرب مني وتمشي تسد عليها هاد الانسان بولاده ومراته كيف كنت لكم وفاتح ليه كنتم برعنم كل شي ولكن ما عنديش رضا الله ولا الوجه ولا الاخلاق الام دي فقدتني بزاف دي الحويج باش انني نوفر لها الماده انا مديمة انني كان اغلاط وكان ارجاع كانتو بالمولانة ولكن صراحة هاد المرة بالذات انا حشمانة حيث كل مرة كان طلب اسماحة بالدعاء والبكا والتدرع وفي الاخير كان نرجع للحالة اللي انا ما بغاهاش حيش عيشها من تحت الضغط ونقر ديال والام ديالي انا كنتمني على حياتي اخويا كبير فاش خرج الخارج ودار الوريقات ديالو وصيب الامور ديالو امكان اذا راجع الافكار ديالو حيش واحد النار غادي دوي معايا وتتمح معايا واعتذر عليش ندوز عليها من عصا ومعاناة ماجبش ليا ديك المحاولة اللي كان كيديره لكن عموما الاعتذار ديالو شمل بزاف ديالنا دم الماضي انا حقض على بزاف ديالناس في حياتي على القريب والبعيد على اللي يتحرشوا بيا على اللي يهز علي الفردي على كل شيء ولكن هادخويا ما عنديش اختيار لانه في الاخير كالقارة صيب اللي انا خاصني نسمح ليه هادخويا اللي كيدوي معايا ممرة ما زوج وتيبكي ومبعد خيجي المغريب من بعد سنوات طويلة ديالغياب غادي غرقني في الخيط ديالو غير باش انا نسمح ليه هو دارني ذاك الشي اللي فات وصعيب ولكن تيبقى خويا واعتذر وانا ما عندي ماندير انا اعود لقصات يالي باش اذا كانوا البنات يعني لقاتي قواتي اللي بناتليك تسمع القصة واخدكم ماما كمم زيانا ما تسعفهاش ما تسمعيش لها درتها اذا كانت شي حاجة للحرام المهم سمعي هدرتها فالليك يرديسي تربيب لي ما كيرديسي تربيب ما تكونيش ضعيفة بحالي ولكن يسمعون عن امهات عافاكم ارطوا لبنياتكم وانتكي اللي جابت لك اه عرفت ما مسكة حلوة ودرهم عش قد ريال واصليها منين جابتها انا بنتي عارفة ما كان عطيها وعارفة مين تجيب الفلوس وعارفة ما عندها اش براسة مين تجيب الفلوس ارقى عندها حاجة واحدة زيدة نبحث ونعرف منين ونقذبها ونربيها ومن زيان لها الحاجة قبيحة وانتكي نربيها باش تكون حزن مني ماشي باش تكون بحالي ونمقوا ونضرقوا على بعضياتنا وَلَبَكُمُلَبَّكُمُلَبِّكِمُلَبَّكُمُلَبَّكُمُلْأَي واحدة كان يزيقوا من اشي حاجة قريحة وقربوا أقرأوا ويتم تسمحوا وانتكي قرأتهم وانتكثبت اضيلة والحبرة منها وقصت ديالي وانتكي يدعيوا معي ويقولون لي وكان محالي فقط لا أصيد شي حاجة انا كانت ضعفة ما حاجة كسم الله لقد جاءتني لحظتي للضعف ثم يدعيوا معي هذا كانت حكاية أميرة يا سادة يا كرام أنا أدريسة اللي غادي نوجهها الأميرة مباشرة أنا عارفة بلي أن هذا الشيلي كدوزي منه ماشي سهل باش أنك تخطيه وربما تقدري تحتاجي شي طبيب نفساني لكن أنا أؤمن دائما بلي أنه اللي غادي داولينا الروح دينا هو ربي آه نحن نسبوه لكن أول حاجة اللي جئو لها من بعد ما تنخويه شنو عندنا هي أننا نضق باب مولانا ونتضر عليه ونبكيه ونقيمه ونلحو في الدعاء وربي أكيد سيستجب لنا اليوم ولا غدا حيش حكايتك أو لا المرض ديك ما محتاج شي دوائلي وعضوي ولكن محتاج دوائلي وروحاني محتاج أنك تجددي صفحة ديك مع مولانا أنا عارفة بلي أنك يخذتي القرار باش أنك تحبسي وحبسي هذه مدة وهذا الأمر صراحة كيف يفرح أنا سأقول لك تزيدي استمري في هذا الأمر والأم ديك خليها تنقر خليها تتظر خليها تقول اللي بغت هي حرة لمصلحتها أولا ولمصلحتك ثانيا دعي لها ومعها ولكن ما تستسلميش وتخرج تضيع روحك وهو صراحة عجيب أمر الأم ديالك في الأول وفي الأخير والدين ما كيتلاموش كنخليهم من المولانا لأنه ورغم كل شي أبدا ما كيسقطش لبر ديالهم مهما داروا وصاحبهما في الدنيا معروفة لا يفروض عليك بلي أنك تبغي مكو ولا تبعيها ولكن مفروض عليك لبر ديالها ومفروض عليك أنك تحفظي على راسك إذا قدرت تخرجي تخدمي خرجي هذا كان رائعي سوف نجعل المتابعي الكرم أنهم يعطون رائعي لهم وإن شاء الله خير إن شاء الله حكايتك تكون عبرة لكل مستمع أميرة كتتتنا منكم تعالي قد ديالكم باش أنها تقرها وتدويلها شوية الروح ديالها دمتوا في رعاية الله وحفظه نتلقوا في مقارب سلام سلام